مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياة مرحبا دائما ننسأل عن الدباب الطائرة بشكل شبه يومي الحقيقة الدباب الطائرة هي عبارة عن تغيرات في السائل الزجاجي داخل العيني اللي يكون صافي بشكل كامل مع العمر أحيانا مع الضربات أجزاء منها تتفتت تتحلل وتسبح داخل السائل الزجاجي فالمريض يشوفها كأنها عبارة عن دباب أو خيال يتحرك هل هي شيء مزعج أو شيء نقلق منه في الغالب لا لكن لا بد أنك تفحص إذا صارت معك الذباب الطائرة على أقل مرة يفحصها الشبكية بطمئن أن أطراف الشبكية لا يوجد أي ثقوب إذا كان يوجد أي ثقوب يتم علاجها إذا طبيبك طمنك فبمعناها لا تقلق منها تقلق طبعا إذا لا قدر شفت فلاشات بشكل مزعج واستمرت فترة طويلة أو إذا كان بينك وبين ناس سارة مزعجة تمنعك ما تشوف هذه علامات لانفصال الشبكية ضروري تتوجه لأقرب طوارئ لك بأقرب وقت إذا حدثت نسبة حدوثها وعلاقتها بذوب الطائرة قليلة جدا أقل من 20% لكن نحذر منها مقبلين على الإجازة الصيفية وعلى كأس العالم وبتكثر بين الشباب استخدام أقلام الليزر أقلام الليزر سبق أن نحذرنا منها كثير ونرجع نحذر منها كمان في هذا الفيديو خصوصا الليزر اللي يحرق أو يستخدمون الحرق المنادير أو الأوراق هذا الليزر الحار يؤثر بشكل كبير على العين لا قدر الله إذا صاب عينك فقد يصيبك بحرق أو نزيف في مركز الشبكية ومع ذلك إذا حدثت سيصبح النظر ضعيف جدا والحقيقة لا يوجد علاج حالي لهذا الموضوع فنرجع الحذر من أقلام الليزر خصوصا من تسليطها على العين وبالسلام عليكم مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياة ترجمة نانسي قنقر